قبل السابع من أكتوبر لم يكن أشد المتشائمين في تل أبيب قادرا على توقع تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسارة مباشرة تربع على 18 مليار دولار مع مرور اليوم الثالث والسبعين من عمر العدوان الإسرائيلي على غزة كل يوم يمر من عمر هذا العدوان يكبد تل أبيب 250 مليون دولار من الخسائر الناجمة عن الفادرة الباهظة لاستدعاء قوات الاحتياط وعن امتلاء الفنادق بالهاربين من غلاف غزة والحدود الشمالية هذا فضلا عن تعرض قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا إلى شلل شبه تام هذه الخسائر وضعت تل أبيب مخصصات لاحتوائها لكن الأمر الذي لم تعد له العدة هو تعرض سفن تقصد الموانئ الإسرائيلية إلى نيران جماعة الحوث اليمنية أثناء عبورها باب المندب وهو ما يلحق أضرارا في تجارتها مع عشرات الدول إسرائيل التي صدرت العام الماضي منتجات قيمتها 165 مليار دولار لا تظهر قائمة أبرز شركائها التجاريين كلا من مصر والأردن رغم مرور سنوات على إبرام اتفاقيتين كامب ديفيد ووادي عربة لكنها تكشف أسماء بلدان أخرى يتحتم على إسرائيل استعمال مضيق باب المندب إن هي أرادة استمرار التجارة معها فالمضيق الذي قررت أربع شركات شحن عالمية تعليق نشاطها الملاحية عبره هو ذاته الذي تستعمله تل أبيب لتجارة مع الصين والهند التين تحلان ثانيا وثالثا على التوالي بين أبرز شركائها بعد الولايات المتحدة وقبل المملكة المتحدة وتعلق إسرائيل آمالها على الدعم الأمريكي اللامحدود فواشنطن التي قدمت تسهيلات تجارية لكل من يطبع مع تل أبيب هي ذاتها التي تنبر اليوم لتشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية وحماية التجارة الإسرائيلية وكسر طوق الحصار المفروض عليها ترجمة نانسي قنقر